ضربات صاروخية جديدة استهدفت قاعدة عسكرية ضخمة لقوات النظام وحلفائها مقاعة قتلى وجرحة حسب أعلام النظام الصواريخ الثمانية ضربت مطار التياس العسكري المعروف بمطار تيفور ويبعد 50 كم غرب مدينة تدمر بالقرب من حمص يعد التيفور من أهم المطارات العسكرية وأكبرها في سوريا أمنياً واستراتيجياً لحدوده مع العراق وكذلك لتمثيله نقطة ارتكاز لنظام الأسد حيث يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعتاد لقواته في محافظات دير الزور وريف حماه وحلب مطار التيفور العسكري يحتوي على 54 حضيرة أسمنتية ومدرج رئيسي ومدرجين ثانويين طول كل منهما يقارب ثلاثة كيلومترات فيما طائراته حديثة الطراز تتنوع بين ميج 29 وميج 27 وصخوي 35 هذا ويمتلك دفاعات جوية متطورة للغاية وأجهزة رادار قصيرة التردد وأليات عسكرية وعشرات الدبابات من أحدث الطرازات مثل تي 82 على المستوى اللوجستي يضم المطار بداخله خبراء من روسيا وإيران وكوريا الشمالية بينهم ضباطة علما بأن التيفور كان هدفا متكررا في الأونة الأخيرة لسيما من إسرائيل التي نفذت غارة على المطار في إعقاب إسقاط طائرتها على الأراضي السورية في فبراير الماضي نغم ربح العربية